شليلة قرية جنوب شرق حرض بعيدة عن المعارك بمسافة لا تقل عن عشرة كيلومترات لكنها رغم هذا البعد لم تسلم من تدمير الحوثيين عمدا قصفت ميليشيات الحوثيين القرية بعدد من القذائف والهدف كان أموال الناس ومقومات حياتهم فأدعياء الحكم الإلهي هم أدعياء أعلى المال أيضا ويدمرون كل شيء إذا خرج عن سيطرتهم وبجانب عشرة قتلى معظمهم من الأطفال والنساء من أسرة واحدة خسرت أسر أخرى مصدر دخليها الشحيح من تربية المواشي بأول كذيفة سقطت على مواشي محمد زين المواطن محمد زين تمام وسيارته سيارة المواطن والخيل حق زين تمام بضربهن تصفيه صعبي تمام ثم قام بالجسف الثاني على سيارة شاس تمام حق المواطن ثاني تمام والخيل حقه وضرب بيت أكمله المواشي والأغنام وخيول قليلة هي جل أموال الناس في قرى حرط طوال عقود من الزمن وكعادة الإمام التي تسرق الطعام من أفواه الجياح وصلت قصفها النازحين والمهجرين بعد أسبوع فقط من لجوئهم إلى منطقة شليلة الهجوم الحوثي على السكان المدنيين يأتي بعد أيام قليلة من تقدم الجيش في إحكام الحصار الخانق على حرض وتقدمات أخرى شهدتها جبهة حج وصعد المحاذية لمعقل الحوثيين ودعوة أفراد الجيش للحوثيين إلى منازلة فاصلة في الميدان العسكري على مستوى القيادات العسكرية لحسم الحرب نوجه رسالتنا إلى عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي المدعو أنه من سلالة علي بن أبي طالب فنقول له إذا كان عاشمينا حقيقيا من سلالة علي بن أبي طالب فليواجهنا إلى المادين لكن الإمام أجمن من أن تفعل ذلك وتدفع بزنبيلها إلى محرق الموت والهلاك فيما يبقى عناصرها القيادية والعنصرية في أمان بعيدا عن ساحة المعارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر